السلام يا أحبة يا غالين في الحلقة الماضية رأينا ردة فعل بطرس اللي كان يريد أن ينكر ويتهرب من الآلام لأجل المسيح واللي كان يسعى إلى تمجيد ذاته ودعونا في هذه الحلقة نشوف ردة فعل يعقوب ويحنى هدول الرسولين بعد أن سمعوا المسيح وهو يتكلم الكثير عن ملكوته في إنجيل متى يتكلم المسيح بأنه ملك وله مملكة سماوية وفي إصحاح 20 من متى والآية 16 نقرأ بأن في ملكوت المسيح يكونون الآخرون أولين والأولون آخرين يعني اللي بيفكر حاله شغلة كبيرة وبأنه قدم شي عظيم لله وبأنه بأعماله رح يدخل هاي المملكة وبيشوف نفسه أفضل من الآخرين هذا رح يكون في الأخير لكن اللي بيقدم الآخرين على نفسه ويكرمهم ويفضلهم على ذاته فهذا بيكون الأول لكن خلونا نشوف شو عملوا الأخين يعقوب ويحنى بعد ما سمعوا هذا الكلام وعاشروا المسيح ثلاث سنوات وهو يعلم عن مملكته السماوية وهذا ما نقراه في متى الإصحاح 20 جابوا أمهم حتى تتوسط لإلهم عند المسيح وطلبت من المسيح في الآية 20 والآية 21 هذا الطلب مكتوب حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها اللي هن يعقوب ويحنى وسجدت وطلبت منه من المسيح طلبت منه شيئا فقال لها ما ستريدين قالت له قل أن يجلس ابنائي هازان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك فالتلاميذ الآخرين اختازوا من طلبهم تتخيلوا الواسطات كيف ناس بتاخد دورك وانت بتسكت غصبا عنك فالتلاميذ كمان اختازوا من هدول التلميذين بسبب طلبهم فدعاهم المسيح وقال لهم في متى عشرين من الآية 25 إلى الآية 28 أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيما بينكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن ابن الإنسان أي المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبزل نفسه فدية عن كثيرين في مقاييس العالم كلما كثروا خدمك كلما أصبحت مهما وزقيما ومركز ولكن عند المسيح والعكس تماما المسيح ليس ضد أن تسعى بأن تكون عظيما وأولا في مملكته أعمل مثله إذا كنت تريد أن تكون عظيما لأنه جاء وخدمنا وعمل عمل الخادم والعبد وغسل أقدام تلميذة إذن هل تريد أن تكون عظيما وأولا فهذا ممكن ولكن العظمة عند المسيح هي أن تعمل عمل الخادم والعبد للآخرين ما جوابك الآن هل ما زلت تريد أن تكون أولا وعظيما المسيح طبعا وبخ الرسولين يا يحنى ويعقوب وعلمهم ما هو الصحيح في ملكوته ونحن نعلم أن يحنى ويعقوب تركوا كل المناصب الأرضية وتحرروا من الفكر الأرضي حول موضوع المناصب العظمة وخدموا المسيح حتى موتهم الرسول يعقوب قطعوا رأسه ورسول يحنى نفوه إلى جزيرة بسبب إيمانهم وشهادتهم عن المسيح إلى أي عظمة تسعى أنت هل أنت من الناس المدعوين أم المنتخبين أي هل أنت رقم من المدعوين أم أنت النسخة المنتخبة حسب قلب الله أحذر من أن تكون فقط ضيف مدعو لأن المسيح يقول هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثير يدعون وقليلين ينتخبون في الحلقة القادمة سنتكلم عن ردة فعل يهوز الأسخريوتي بعد ثلاث سنوات قضاها مع المسيح وسمع تعليمه ورأى أعماله ومعجزاته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر